مشاهدين الكرام أهلا بكم من دخل الهيئة الوطنية للانتخابات والتي تعمل على الاستعداد للعملية الانتخابية والاستحقاق الدستوري مجلس الشيوخ أو الغرفة الثانية في الفرلمان هذه العملية الانتخابية والتي تجري طبعا للمصريين في الخارج وبدأت منذ يوم أمس وتنتهي اليوم وطبعا استعدادات لعملية أو العملية الانتخابية التي تبدأ يوم غدا في الداخل وتتم على مدار يومين تفاصيل كثيرة عن العملية الانتخابية وعن كل هذه الاستعدادات نتعرف عليها من قبل المستشار لشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات مرحب بحضرتك يا فندي أهلا بيك يا فندي في الهيئة الوطنية للانتخابات وأهلا بمشاهديك على قناة سي بي سي إكسترا أهلا بحضرتك وإحنا شكرين على هذا اللقاء خلييني في البداية سأل حضرتك عن انتخابات المصريين في الخارج والتي بدأت من يوم أمس ما الذي رسطتموه في إجراء هذه العملية خاصة أنها بتمر بمنظومة جديدة طبعا عملية أو الانتخاب عبر البريد السريع أنا عايز أقول لحضرتك بداءة أن الهيئة الوطنية للانتخابات من أجل إجراء الانتخابات في الخارج كان هناك تنسيق مسبق بين الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الخارجية بشأن إدلاء المصريين في الخارج بأصواتهم في انتخابات مجلس الشوخ وهذا التنسيق راجع إلى وجود وانتشار جائحة كورونا في كل دول العالم فكان لابد على الهيئة الوطنية للانتخابات أن تجري نظاما جديدا في الانتخابات وهذا النظام تمثل أن يكون الانتخابات عن طريق البريد يرسل إلى بعثتنا في الخارج الهيئة وضعت ضوابط لكي يتم الإدلاء بالصوت بالبريد وهذه الضوابط كانت نتيجة عمل وجهد شاق من الجهاز التنفيذي داخل الهيئة حتى لا يتم التلاعب في التصويت بالبريد وبناء عليه اتخذنا إجراء أن يقوم المصري في الخارج في الدولة المقيم فيها بالدخول على الموقع الرسمي للهيئة ويسجل بياناته وبعد تسجيل بياناته بيظهر له رقم كودي هذا الرقم خاص به هو بمفرده لا يستعمله أحدا غيره لا يستعمله أحدا غيره وفي يوم الاقتراع وهو مبارح والنهاردة الناخب المصري بيخش بياناته تاني وبيثبت الرقم الكودي بيظهر له ورقة اقتراع الفردي وورقة اقتراع القائمة بيقوم بسحبها وطباعتها وسحب الإقرار المعد بمعرفة الهيئة ويقوم بملءه وبعد أن يقوم بالاقتراع على الفردي وعلى الأيمة بيقوم بوضعهم داخل مظروف صغير لا يؤشر عليه بأي علامة ويقوم بوضعه داخل مظروف كبير ويضع في المظروف الكبير صورة من وسيقة الإقامة صورة من جواز سفره صورة من بطاقة الرقم القومي والإقرار الذي قام بسحبه من على موقع الهيئة بيقوم بوضعه في المظروف يرسل المظروف إلى بعستنا في الخارج عن طريق البريد المستعجل والبريد المستعجل طبعا له إجراءاته ومن خلاله بيتم معرفة ما إذا كان الناخب في الخارج أرسل المظروف في التواريخ المحددة الهيئة سلفا للإختراع من عدمه إذا كانت ثبت فعلا أنه جاي في التاريخ المحدد لذلك بيقبل الصوت جاي بعدها ومسابت أنه أدل في نفس التوقيت والتاريخ بيستبعد الصوت بيقوم البعثة المصرية بعد كده في الخارج بفتح المظروف ووضع المظروف الصغير في صندوق الخاص بالمحافظة الخاصة بالناخب وبتجري بعد كده البعثة في الخارج الفرز كافة الأصوات الخاصة بالمحافظات كلها على مستوى الجمهورية وبتبعت لنا محاضر الفرز للهيئة الوطنية اللي ناتخبها هل حتى الآن بتسيير هذه العملية بسهولة ويسر ولا إيه لرسطوخ من خلال الأول يوم؟ في الخارج بتسيير بسهولة ويرسط نتيجة ذلك أننا متابعين على الموقع الرسمي الهيئة الأعداد التي قامت بتسجيل نفسها وسحبت ورقة الاقتراع وفيه اتصال دائم ومستمر مع وزارة الخارجية للاستعلام منها من كافة السفارات عما يدار من خارج وبناخد اختارات منهم أن الأمور تسير على مغرام وما فيش أي مشاكل خالص هليني أنتقل مع حضرتك إلى انتخابات المصريين في الداخل واللي حتبدأ من يوم غدا وطبعا هناك إجراءات جديدة أيضا كما الخارج طبعا ليوقاية المواطنين من فيروس كورونا ما هي الإجراءات اللي بتتم وما هي استعداداتكم أيضا في الهيئة الوطنية للانتخابات لانتخابات مجلس الشيوخ في الداخل الهيئة الوطنية الانتخابات منذ صدور قانون مجلس الشيوخ وقد استعداد استعداد كامل للانتخابات سواء في الخارج أو في الداخل في الخارج تحدثنا عنه في الداخل الهيئة قامت بكل ما يلزم من إجراءات من أجل انتخابات الداخل وأن تخرج بصورة مبهرة للعالم أجمع كلفنا زمينا رؤساء المحاكم بالاتفاق مع الجهات الأمنية بمعاينة المقرات وطلبنا منهم أن تكون المقرات في الأدوار الأرضي عشان إخواتنا أصحاب زوي الاحتياجات الخاصة الهيئة الوطنية من خلال أنها المنوط بها قاعدة بيانات الناخبين قمنا بإعداد كشوف الناخبين وتسلمها لكافة مدريات الأمن لتسلمها للجان الفرعية للانتخابات الهيئة من جانبها برضو قامت من خلال قاعدة بيانات القضاء بتوزيع السيدة القضاء على اللجان الفرعية والعامة واستحدثنا نظام جديد أن نزلنا توزيع القضاء على الموقع الرسمي للهيئة والسيدة القاضي بيخش برقم القومي على الموقع بيعرف هو إيه اللجنة اللي بيشرف عليها وفي أي محاوظة أما بالنسبة للموظفين من خلال قاعدة برضو الموظفين الموجودة في الهيئة تم توزيع الموظفين على كافة اللجان وعشان نديهم الإعلام أن هما نزلوا لجنة بعتنا لهم رسائل على الواتساب بلجنتهم اللي ينزلوا بها في كل محافظة ترجمة نانسي قنقر